ما هي إلا سنوات قليلة تفصل شعوب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن رؤية ما تم التخطيط له على أرض الواقع والحرص على تطبيقه من قبل قادة الدول الأعضاء لقيام مشروع السكك الحديدية الذي يربط دول مجلس التعاون ببعضها البعض بالفعل سارة وبتكلفة إجمالية تزيد على 15 مليار دولار وبطول إجمالي يطوف حاجز الألفي كيلومتر حدد المسار المرافق لخط السير القطار الخليجي والذي تتوفر فيه أفضل المواصفات والمعايير العالمية التي طالت قطاع السكك الحديدية الزميل محمد للرشيدات لديه تفاصيل أكثر عن المشروع 2003 هو العام الذي تم من خلاله بزوغ فكرة مشروع إنشاء سكك حديد تربط دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بعضها ببعض تنفيذا لقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته الرابعة والعشرين المنعقدة في الكويت انتقال المشروع من حالته النظرية إلى مرحلة إعداد التصاميم الهندسية التفصيلية ليتم وضع الصورة النهائية لتنفيذ المشروع بشكل متكامل جاء خلال العام 2009 وتحديدا في شهر ديسمبر الذي شهد انطلاق الدورة الثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون بعدها تم تشكيل لجنة فنية ومالية مكونة من وزارات النقل والمواصلات ووزارات المالية والاقتصاد بالدول الأعضاء لمتابعة تنفيذ مشروع السكك الحديدية الذي قطع خطوات كبيرة ليصل إلى الواقع الملموس الذي سيقدر له أن يرى النورة من خلال العام 2018 مسار تنفيذ تحديده لكيفية انتقال القطار بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي سيتوفر فيه أفضل المواصفات العالمية في قطاع السكك الحديدية وبتكلفة إجمالية تتجاوز الخمسة عشر مليار دولار أمريكي فمن دولة الكويت مرورا بالدمام إلى مملكة البحرين ومن الدمام إلى دولة قطر عبر منفذ سلوى الذي سيربط قطر بالبحرين ومن السعودية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة وتحديدا في مدينتي أبوظبي والعين وصولا إلى مسقط عبر ولاية صحار ليبلغ الطول الإجمالي لمسار القطار المتنقل بين دول مجلس التعاون 2177 كم مسافة سيتكفل القطار بقطعها ضمن متوسط سرعة تبلغ ما يزيد على 200 كم في الساعة عبر استخدام الديزل لتوليد الطاقة الكهربائية استخدام الديزل لتحفل القطار الرائعة أعشر